اشتركوا في القناة الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفعكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكن إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن الحوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلم قدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واللوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان غضي الله عنه مرضوا عنه وأعدلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة وردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا أعملوا صالحا وآخروا سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بالمؤمنون وستردون إلى عالب الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأول الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عبيب حكيم والذين اتخذوا المسجدان ضغارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرف إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله الحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورغوان الخير أم من أسس بنيانه على شفاة على شفاة في الأهان فانهر به في نار جهنم والله لا يمفي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ربكا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله اشهر من المؤمنين أنفسه أموالهم بأن أله الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحافظون السائدون الراكعون الساجدون الأمنون بالمعروف وأن الله عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغزروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغزروا إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إليا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له من السماوات والأرض يحيي ويمين وما لكم منهم الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزير قلوب غريقين منهم وما تاب عليهم إنه بهم رغوف رحيم وعلى الثلاثة الذين يخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رقبت وضغط عليهم أنفسهم وظنوا أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليكيبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنت قل الله وقلوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يصعبهم طمع ولا نصف ولا مخصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغير كفار ولا ينالون من عدوه من نيل إلا كتب لهم من عمل صالح إن الله لا يطيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون رواديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كان يعمل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فله لا نفر من كل فلقة منهم طائبة يدفقهم بالدين ولينذر قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدقون يَا إِلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِرُوا الَّذِينَ يَلُّوا لَكُمْ لِلْغُفَارِ وَالْيَجِدُوا فِيْكُمْ عِلْغَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَى الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْسِلَتْ سُورَةُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمُّوا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمُّوا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَمَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي قُلِّ عَمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَكُوبُونَ أَوَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظْرَ بعضُهُمْ إِلَى بَعْضُ أَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ كُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُرُبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْضٌ لَا يَفْطَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُلُّهُمْ مِنْ أَنْكُسِكُمْ عَسِيْسٌ عَلَيْهِمْ وَعَلِكُمْ حَرِيْسٌ عَلِيْكًا بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ مَغْوْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَمَلَى وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَتَّلْكُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم هَلِفْ لَا أَمْرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْهَا إِلَى غَدْرٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْنَا لَهُ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدْ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِمَنَ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي فَلَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ أَيَامِينَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَذَبِّئُوا الْأَمْرَ مَا مِنْ سَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمْ فَعْبُدُونَ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّى إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَةُ وَمَا يُحِيدُهُ لِيَجِسِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجِسِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَبْلَ الصَّالِحَاتِ فِي الْقِسْطَةِ وَالَّذِينَ كَرُّوا لَهُ صَرَابٌ حَبِيبٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانُوا يَكْرُونَ وَالَّذِيَ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَرَ مَرْمًا وَقَدَّرْهُ مَنَاسِلًا لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصْلُ الآيَاتِ لَقُومِ يَعْلَمُونَ إن في اختلاف الليل والمهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يردون لقاء أنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عبد الصالحة يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتفيتهم فيها سلام وآخذ دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ولو يعجدوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يردون لقاء أنا في ضيانهم يعمقون وإذا مس الإنسان الطرد دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشتنا عنه برغ مرة كأن لم يدعنا إلى ظل مسا كذلك سين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا من قبلكم لما ظلوا وجاءت المصرف من البينات وما كانوا يؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعل لعلم خلائف في الأرض من بعدهم لننظرك إذا أعملون وإذا كتلا عليه الآيات وبينات قال الذين لا يردون لقاء أنا في قرآن غري هذا أو بذل قل ما يكون لي أن أبذله من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوكم عليكم ولا أدرة به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افكر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الضال لا يفلح المجرمون ويعبدون من يدون الله ما لا يظهرهم ولا ينفعهم ويقولون ها لا إسفعاء لا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولأولا كلمة أنسبت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف ويقولون الأولاء أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فأنتظر إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ذرة أمسكم إذا لهم مكروم في آياتنا قل الله واسرعوا مترا إن رسمنا يكتبون ما تنكرون هو الذي سيركم في البر والبحوة حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم لهم طيبة وفرحوا بها جاءت تاريخ العاصف وجاءهم رجوا من كل مكان وظنوا أنهم محيط به دعوا الله وخصين لغدين لإن أمجيتنا من هذه لنكون النمي الشاكرين فلما أرجعهم إذا كنتم في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما مضيقوا على أن أفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مدل الحياة الدنيا كما ينزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأتي الناس والألعاب حتى إذا أخلت الأرض فهوى الزيرة وظن أنهما أنه القدر عليها أتاها أمر ليلة أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى أصراط مستقيم للذين أحسنوا حسن وزيادا ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة أولئك أصحاب جنتهم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاءوا سيئتهم مثلها وترهرهم بالله ما له من الله من العصر كأنما أرشلت وجوههم قطعا من الليل مدلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحكم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال أشركاؤكم ما كنتم إيانا تعبعون فكفى بالله شهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافل هلالك تبدو كل نفس ما أسلفت واردوا إلى الله مولاه الحق مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرسركم من السماء والأرض أولا يوليك السمع والأرصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدفل الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك من الله ربهم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام فأنا تصرفون كذلك حقق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ خلق ثم يعيده فأنا تحكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يغنى فما لكم كيف أحكمون وما يتبع وكثر من لظن إن الظن ولا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فكوا بسورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله أن كنكم صادقين فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتيهم تقبيلوا كذلك كذب الذين من قبلهم قنقوا كيف كان عاكبة الظالمين ومنهم من يؤيد به ومنهم من لا يقول به وربك أعلم بالمسدين وإن كذبك فقل لي عملي ولكم عملكم أنكم بريئون مما تعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصنع السلم ولو كانوا لا يعطيعون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدر عمي ولو كانوا لا يرسرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن من نسأونفسهم يظلمون ويوم يحصرهم كأن لن نلبثوا إلا ساعة عملتها يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مكتبين وإما نلينيك بعض الذين عدع أو نتوفيينيك فإلينا مرجعكم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسالهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد عنكم كنتم صادقين كل أمركم نفسي ضربا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة حجل إذا جاء آجله فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم من أباكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجر عنه وجرمون أتم إذا ما وقع آباكم به الآن وقد كنتم به تستعجرون ثم قيل للذين ضلبوا قوكوا عذاب الخند هل تجسون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقم هو برئي وربي إنه لحقا وما أنتم بمعجسين ولو أن لكر نفسهم ظلمت ما في الأرض لا اختبت به وأسرهم دمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت من موعدكم من ربكم وشباء ما في السدور وهو تور ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قل افرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق واجعلت عمله حراما وحلالا قل أرأي الله أذن لأم على الله تفترون وما ظن الذي لا يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذي قضل على الناس ولكن أكثرهم لا يسترون وما تكون في سبيل وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمله إلا كنا عليكم شوزا إذ كفضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال الضرطين ولا في السماء ولا نسق من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا غفظ عليهم ولا هم يحدنون الذين آمنوا وكانوا يتقن لهم بشرى في العياد الدنيا وفي الآخرة لا تبدي لكلمات الله ذلك هو الفوص العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الضم وإلا يقصر هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسرعون قالوا اتخذ الله ولدانه سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سوقان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إلا الذي لا يحترون على الله الكذب لا يفرحون متاعون في الدنيا ثم إلينا موضعهم ثم نضيقهم العذاب الشديد ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يقول واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كانك برع لكم قوم وتذكير بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا أمركم وشركاكم 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 ولا يكون أمركم عليكم أمة أنكم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليت فما سأزكر من أجر إن أجري إلا على الله وأبرت أن أكون من المسلمين فكذبه فنجيناه ومن معه في الملك وجعلناهم خلائف وأطرقنا الذين كذبوا بآياتنا فنظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قولهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليقلوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده الموسى وهارض إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لصر مبين قال موسى تكون للحق لما جاءهم لصر هذا ولا يفلح الساحلون قالوا أجئتنا لتلفتنا عن ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فلعون اقتوني بكل ساحر عليع فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتو ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئوا به السحر إن الله سيرتله إن الله لا يصدف عمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كينا نجلمون فما آمن لموسى إلا كوية من قومه على خوفهم من فرعون وما لئه من يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكروا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكرنا ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين ونكنا برحمتك إلى القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن أتبعوا آلقا لكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعل بيوتكم قبلة وأطين الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في الحظهما لأبو سينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليزلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتر على قطبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يراؤوا العذاب الأليم قال قد أغيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسراء إلى المحرى فأتبعهم في لعون وجوده بغيه وعدعا حتى إذا أدركه المغرق قال أبرك أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكأنت من المسلمين فاليوم نمجيك ببذلك لتدون لمن خلفك آياء وإن كثير من الناس عز آياتنا لغافرون ولقد بوان ألي إسراء إلى مدى وأصدق ورزق ذاه من الطيبات فمفت له حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينه يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شكل مما أنزلزا إليك فأسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكن من من الملترين ولا تكن من من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذي حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يراموا العذاب الأليم فلولا كانت خوية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم ينص لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب الحياة الدنيا ومتعناهم لاحين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تتله الناس حتى يكونوا منهم وما كان لنفس أن يؤمن إلا بإذن الله ويجعل عجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تقول الآيات وأن نذروا عن قوم لا يؤمنون فهل جاءت وضعون إلا مثل أيام الذين خلوين قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نمت يرسلنا والذين آمنوا فذلك حقا علينا نعود المؤمنين قل يا أيها النص إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منهم لله ولكن أعبد الله الذي يطفاك وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم منك للدين حيثا ولا تكون من المشركين ولا تبق منك لله ما لا ينفعك ولا يظنه فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفده يسيب به من يساء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها النص قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واسبر حتى يحقى الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب محكمة آيات يأكم مصرف لكم حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منذير وبشير وأن استغذر ربكم اتكبوا إليه واتعكم متاعا حساما إلى أجل مسمى ويؤك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أضاف عليك هذا ويوم كبير إلا الله وانجعكم هو على كل شيء قدير ألا إنهم يطور صدوركم يستغذر ألا حين يستغذر في أبهم يعلن وعيسوا وما يعلمون إنهم علم بذات الصدور صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر